مرحلة التخطيط او طفت العيد زي ما انا سمتها النهاردة بقى عايز اتكلم على المرحلة التالتة وهي مرحلة التأنق يعني ايه يعني ايه هو انا عشان اوعيد ابتكار نفسي او اغير من نفسي اقوم اتأنق يعني مش فاهم او اغير شكلي برضو مش عارف مش دايب اتفاهة لا مش تفاهة اتعلمنا ان لما تروح تعمل انترفيو في وظيفة ما بيقولك ما تلبسش ما يناسب الوظيفة اللي انت فيها حاليا البس اللبس اللي يناسب الوظيفة اللي انت عايزها يعني لو انت رايح بتقدم وظيفة عامل تروحش بعفريتا روح بقميس وبنطلون وشياكة ونظافة اه لو انت عايز وظيفة اعلى ما تروحش بنفس اللبس اللي انت بتلبسه في الوظيفة الحالية اللي انت فيها تروح تلبس حاجة اعطي بيتكلموا على ستيف جوبز ومارك زكربيرج اللي مش عارفين الاسامي دي يعارفين الابل فون ستيف جوبز هو المدير الكبير واكبر مساهم هو اللي اسس ابل اصلا اللي عامل لنا الايفون مارك زكربيرج الفيسبوك اللي احنا بنستخدمه كل يوم والتاني مارك زكربيرج هو اللي عمل الفيسبوك والشركات دي شركات كبيرة قوي والناس دي اغنية قوي 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 ستيف جوبز قبل ما يموت لعدة سنوات كان بيلبس نفس الطعم سويت شيرت اسود وبانتالون جينز وسنيكر جزمة كويتش كوتشي سنيكر مقطع مهبل حتى متوسخ مارك زكربيرج دايما لابس تي شيرت وبانتالون جينز الناس دي لبسة كده ستيتمنت عشان توصل رسالة معينة انت لو رحت انترفيو وانت لابس زي ستيف جوبز ما حدش هياخدك في الاعتبار لكن ستيف جوبز لو راح في نفس الانترفيو دوك كل الناس هتبصله لانه ستيف جوبز حاجة كبيرة قوي اغنى واحد في العالم ولو تشوف الفيديوهات القديمة لنفس الشخص ده هتلاقيينه جنباني قدم عادي خالص لابس عميز وبانتالون وكرافاتة وجاكت يعني عادي خالص دلوتي يقولك ايه الناس كلها بتلبس كاجول الناس كلها بتلبس اي حاجة ولكن روح كده ايفنت في شركات تقيلة ضخمة ناس من مناصب عالية مش هتلاقيهم لابسين مهبل ليه النهاردة هنتكلم عن الاسباب ان ليه انا خليت المرحلة دي تالت مرحلة على طول بعد ما خططنا لعادة الابتكار بعد ما تخرنا حياتنا ونضفناها من الاشخاص من الافكار من الاشياء اللي ما بتسهمش في اعادة ابتكار انفسنا الخطوة التالتة هي التأنق وان احنا نغير شكلنا عارفين ان احنا عندنا سبع ثواني فقط عشان الشخص اللي قدامنا يكون انطباعه عننا لو دخلت مكان وبتقابل شخص والشخص ده ما يعرفكش خالص قبل كده هذا الشخص بيكون انطباع عنك في السبع ثواني الاولانية من بعد ما بيشوفك سبع ثواني زبان كانوا يقولوا ايه لان الانطباعات الاولى تدوم اعتقد ان هو كان اعلان لديودرون سبري ممكن اكس او حاجة يعني ايه انطباعات اولى انطباعي عنك يعني ايه يعني انا اول ما شفتك قررت الراجل ده كويس ولا وحش الست دي طيبة ولا مش طيبة الراجل دو او الشاب دو هل هستحمل ان انا اقعد معاه ساعة الست دي هل ممكن في يوم الايام تبقى صاحبتي ده شكله خبيس ده شكله طيب ده شكله مهزوم منكسر في السبع ثواني لما شخص بيبص علينا غير ان هو بيشوف طولنا وعرضنا واللي احنا لابسينه ويبتدي يعمل حكم على دو وممكن لو شاف شخص طويل قوي نفتكر ان هو صحته كويسة دايما الطول يدينا احساس ان الصحة كويسة لو شفنا واحد تخين قوي نقول ده كسلان مش هيشتغل كويس لو شفنا حد مثلا لابس زي معين نقول قاعدة متدين لو شفنا حد لابس زي تاني او عامل شعره بشكل تاني نقول ده شاب طائق ده هايف ده كزا ده كزا ده كزا من مجرد ان شخص يحط عينه علينا سبع ثواني ايه ده يحكم على صحتنا ايه ده يحكم على شخصيتنا او مش يحكم يكون صورة يكون انطباع عن صحتنا عن شخصيتنا ده مش بس كده على علاقتنا كمان في المستقبل حنقدر ان احنا نتعامل مع بعض نبقى اصحاب حشغلوا عندي ولا لا لا تغمرش بمستقبلك عشان مظهرك مش حلو ما تغمرش بصورتك وبكيانك واستدائرة المجتمع اللي انت فيه عشان شكلك مش حلو وامبهدل ما بتكلمش على ملامح الوش الشكل كده العام اعملي صورة لنفسك تعرفي الناس اللي حواليك انت مين من خلال اللبس اللي انت بتلبسيه والمظهر اللي انت بتعمليه لأول سبب المرحلة دي مهمة ان الانطباعات الاولى تدوم انا عمري ما قابلت حد بيحب نفسه وبيحترم ذاته ومش لابس كويس في حياتي من وانا صغيرة ابتدت اخد بالي من موضوع اللبس ده والناس بتلبس ايه لما مثلا كنت اشوف صور جدي القديمة وهو لابس بدلة وكرفتة ومتشيك ومسرح شعره بشكل معين هيبة وقار شياكة ثقة بالنفس حتة الصورة الصغيرة دي الاربعة في ستة كل ده كان بيظهر من شكله جوز عمتي رحمة الله عليه واو ايه الشياكة دي ايه الاناقة دي صور ناس فعلتنا لما كانوا زمان سيدات ورجالة وهم لابسين ومتشيكين وهم زبطين شعرهم وشكلهم جميل حلو متأنق الناس دي اللي استمرت كمان رغم تغير الموضة وتغير المجتمع اللي حواليهم وافكاره استمرت في انها برضو تلبس حلو وانها تتشيك وانها يعني تتأنق تظهر نفسها في احسن حاجة لحس كلهم انهم عندهم احترام كبير جدا جدا لانفسهم ايه انا بحترم ذاتي فانا استحق ان انا اقدر نفسي انا استحق ان انا قلبس حلو عشان نفسي ايه الايام اللي ببقى قاعدة فيها في البيت لما ييجي ولادي من برة ويلقوني لابسة واحيانا حطة ميكب ايه ماما انت كنتي فين انت مش قلتي النهاردة ان انت will work from home هتشتغل يوم البيت لا انا قاعد عشان نفسي انا يعني محدش معايا محدش هيشوفني اه لو لبست اي حاجة مش مشكلة لكن انا بحترم نفسي انا بحترم ذاتي فتاني سبب المرحلة دي مهمة عشان تأنقك ولبسك بيبين احترامك لذاتك وممكن يكون هذا التأنق يكون الخطوة الاولانية ان احنا نتعلم احنا نحب نفسنا ونحترم ذاتنا عندنا في الاسلام وكمان في المسيحية ان لما نروح المسجد او يروحوا الكنيسة لازم لازم نلبس حلو ونضع زينتنا يعني مش بس ان احنا نلبس حلو لا ده احنا نعمل مجهود زيادة في ان احنا نتزين ونتعطر فيه ناس فاكرة ان احنا ما نستحماش غري يوم الجمعة بس لا احنا نستحمى في اي يوم ونستحمى واحنا محتاجين لكن الجمعة بالذات ان احنا رايحين المسجد احنا رايحين المسجد نعمل ايه يقولك اهم احنا رايحين المسجد نقابل ربنا سبحانه وتعالى الخالق ماشي وايه تاني احنا كمان رايحين نقابل الناس الناس اللي في مجتمعنا الجيران الاهل الارايب رايحين نقابلهم لما ألبس وقتأنق ده احترام كمان للناس اللي حوالي احتراما للاخرين انت لما بتبقى معزوم في حفلة في فرح بتلبس احسن ما عندك يقولك ده ايه بالبس اللي على الحبل يعني حاجة لسه بقى مغسولة ومتزبطة او البادلة لسه بشوكة دايما كنت فاكر يعني يلا البادلة بشوكة ده حاجة يعني بتشكشك اه يعني اه ان هي جديدة نوفي لسه ما تغسلتش لسه ما تهطرتش فما المسخش شوية تتخيل كده مثلا لو انت رئيس الجمهورية او الملك طلب يقابلك هتروح له لابس ايه اه دايما دايما بنلبس عشان الموقف اللي احنا اه رايحينه عشان الموقف اللي احنا شايفينه اه اه طب انت دلوقتي في مرحلة ابتكار اعادة ابتكار لنفسك لازم تعرف الاخرين اللي حواليك ان فيه حاجة جديدة فيه حاجة جديدة في حياتك يا جماعة انا عايز اعمل انطباع كويس النقطة الاولانية يا جماعة انا زاد احترامي لنفسي نقطة تانية يا جماعة انا زاد احترامي لكم النقطة التالة النقطة الرابعة النقطة الرابعة بقى هو ان التأنق والشياكة نوع من انواع الاحتفال بالحياة الده ممكن تكون دلوقتي في وضع مش حلو قوي في موقف مش حلو قوي ممكن تكون حياتك دلوقتي اه اه مش سعيدة قوي بس انتي بتعملي اعادة الابتكار دي عشان الحياة اللي جاي عشان الحياة المقبلة اللي بتأملي واللي بتأمل انها تكون حياة احلى فلما نتأنق ونلبس ونتشيك وناخد بالنا من مظهرنا ده احتفال بالحياة اللي احنا بنبنيها في انتظارها كأننا في انتظار مولود جديد وفرحة جديدة كأننا في انتظار العيد فلازم نلبس لبس جديد نظهر بمظهر جديد اخر سبب من ان المرحلة دي في مراحل اعادة ابتكار انفسنا مهمة وهي مرحلة التأنق والاهتمام بشكلنا الخارجي هو ان احنا عايزين يتوافق مظهرنا مع جوهرنا احنا قاعدين شغالين على نفسنا من جوه بنحسن في نفسنا بنزبط في البنية التحتية بتاعتنا لو مدلش مظهري على ان في هذا العمل وفي هذا الجهد وفيه التعلم وفيه صراع دوه لو مدلش المظهر اللي برا على اللي جوه الناس تعرف منين طب احنا عايزين ليه الناس تعرف عشان لو فيه حد وحش يبعد عننا عشان لو فيه حد كويس يقرب مننا عشان لو فيه حد ممكن يساعدنا يبص ويقول اه الشاب دوه لا شكله مزيف شكله كويس شكله بن ناس دايما نقولي الكلام الغريب ده شكله بن ناس شكله مؤدب شكله كذا شكله كذا من الشكل اه من الشكل انا عارفة الاحباط اللي ممكن يحسوا بيه اه انا عارفة مشكله الوسطى عندنا انا عارفة ان مهما البست ومهما تشيكت مش هو ده السبب الاساسي اللي الناس هتوظفك عشان مش هو ده السبب الاساسي اللي هيغير حياتك وينقلك نقلة تانية لكن برضو نفتكر كده لما بيقولوا الناس ملهاش غير الظاهر عشان نغير حياتنا مش يوم وليه لحنصبح الصبح نلاقي حاجة مختلفة لا البيت هو البيت والناس هي الناس تختلف فينا احنا التأنق والشياكة والمظهر ربما يبانى على السطح ان هو سطحي سطحي يبانى على السطح ان هو سطحي حاجة هيفة لكن لو فكرنا في المرحلة دي حتلاقوها مهمة اوي انا اول اداري خدته ان انا بقيت مديرة كان عندي 28 سنة وكان شكلي صغير اوي يعني كان في بعض الصور بشوفها لنفسي شكلي كأنه عيل في مرة واحد من اصدقاء جوزي اول مرة كان يشوفني راح بيقول لجوزي انت مجاوز واحدة عندها 19 سنة قاله 19 سنة مين يا عم على قد ما انا يعني دلوقتي فرحانة ان انا كان شكلي صغير لكن في الوقت ده وكان عندي مشكلة كبيرة جدا جدا ان الناس اللي انا بتعامل معها ما كانتش بتاخدني بجدية في الوقت ده وكنت مش عارفة قلبس ايه وقلبس ازاي فكنت في مرحلة بحاول بذبط نفسي بلبس بلبس حلوة اه اليوم اللي لبست فيه بدلة جاكت وبانطلون لقيت الناس كلها حوالي بتتعامل معي بشكل مختلف كاني فجأة بقول لهم انا هنا انا اهو انا قاعدة على الترابيزة اصغر مديرة والمديرة الست الوحيدة كل الستات التانيين اللي في الشركة سيكرتاريا انا اهو قاعدة و مالية مركزي اليوم دو خلاني فكرت ان انا لقد انا لازم ابباس بشكل تاني ابُ PER MI SELF بشكل تاني اه اه اهه اه اه بعد الظهر بقى البس اللي انا اعيزتم بعد الظهر اه 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 لكل مقام مقال و لكل مكان مثل عمل زل نفسي سميها اليونيفورم انا عارفة ان هناك ناس تسمعني سيدات قاعدين في البيت اعمالي لنفسك اليونيفورم انت في الشغل انت مش قاعدة في البيت انت بتشتغل انك مديرة اسرة انت مديرة اسرة اعملي لنفسك يونيفورم مش لازم ما بقولش ان انت تعملي لنفسك بدلة بس اعملي لنفسك لبس معين زي معين لما تبقي في مود الشغل مود مديرة الاسرة ابقى لبس اللبس ده انا في الايام اللي بشتغل فيها من البيت لما بقعدة في البيت ممكن اغير مرجتين ثلاثة في اليوم بلبس لبس معين لو انا بشتغل في شغلي في الاستشارات في الشركة بتاعتي عشان احط نفسي في المود ده وقت ما خلصت ده وقفلت اللاب توب بتاعي بدخل اغير في البنطالون جينز و سويت شيرت او تي شيرت او حاجة بالليل بغير ان انا قلبس بلبس لبس النوم اللبس بيدخلنا في مود معين وانت في المرحلة دي في اعادة ابتكار نفسك مفروض تدخل في هذا المود ولازم مظهرك يتناسب مع جوهرك والشغل اللي انت بتعمله من جوهرك ياريت لو انتو ماشيين معايا خطوة خطوة في مراحل اعادة الابتكار دي ياريت تكتبولي تحت في التعليقات وتقولولي ايه الصعوبات اللي مقابلاكم في اي مرحلة انا جالي بعض الاسئلة على المرحلة الاولانية اللي هي مرحلة التخطيط فهعمل فيديو ان شاء الله متابعة لهذه المرحلة هجمع فيه كل الاسئلة اللي جاتني وحاول ارد عليها حديكم واجب المرة دي ان انتو شوفوا هتعملوا مرحلة التأنق دي ازاي وبعتولي اسئلتكم وحجاوب عليها ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة